اشتركوا في القناة اهميته في ان نقدم رسالة الى ضمير المثقف والفنان والمغدع في كل العالم ارجو ان تكون هذه الرسالة هي رسالة ثقافية ورسالة فنية ورسالة انسانية بالدرجة الاساسية وعلى الرغم من ذلك فانها رسالة سياسية سياسية ايضا نحن نعيش السياسة بمفرداتها كل يوم فقد تدخل السياسة في حياتنا في كل تفاصيل فالعلاقة بين هذه الوقت العضوية ارتبطة ضمير المثقف في العالم اننا في وطن يتعرض الى المداهمة اننا في وطن يتعرض الى المخابر وان رسالة التي تصل الى العالم في كثير من الاحيان الاحتلال الى توضيح والان ومعد ان نجحت الثور ما زالت هذه الجماعات الفاشية تسعى الى حرق مصر تنفيذا لمخطط التنظيم العالمي للجماعة الارهابية المتمثل في سياسة الارض المحلوقة الا ان الفاجع في المشهد ان بعض الحكومات الاجنبية اخذت بدعوة ديمقراطية تدعم هذه الجماعات وتساند هذه المؤامرة بشتى وسائل الضغط السياسي احيانا والاقتصادي والمعنوي في كثير من الاحيان مما ادى الى استقواء هذه الجماعة الارهابية ظن منها انها قادرة على كسر ارادة الشعب المصري وايقاع الضمار والخراب والهزيمة للدولة المصرية العليقة اشكر السيد الوزير المحترم عطور محمد صبر ارى على هذه المبادرة وخالها هذه الدعوة وعبر عن سعادتي يوجد مع حضراتكم النهاردة فنانين وقدباء وكتاب وصحقين كبار وربما سأحاول في حدود الوقت ان اتحدث في قضية واحدة ربما يكون لها علاقة بالسياسة نحن نتحدث عن تحديات حدثت في مواجهة الفن والإبداع والثقافة ولكن اعتقد انه من المهم ان احنا نتكلم في نقطة واحدة ربما يعني تمثل رسالة لكثير من المراقبين في الغرب وفي المجتمعات الاخرى الواطعة خارج مصر يبدو ان البعض متصور ان المشكلة في مصر هي مشكلة بين مشكلة بين فصائل سياسية او مشكلة بين احزاب واتجاهات سياسية واننا في السياسة متفقين انه مفيش نظام سياسي خارج ومصر بعد صورة 25 يناير مفيش رئيس حيقعد 20 ولا 30 سنة ولا في جماعة ممكن تحتكر السلطة والدولة الصراع في الحقيقة اللي حصل في مصر مهواش صراع حوالين نظام سياسي والامثلة اللي قالها الدكتور صادق في بلدان اخرى اوروبا الشرقية وامريجا الجنوبية واسبانيا والبرتغال اللي شاهدت حراب شعبي وشاهدت تحول ديمقراطي ودي تجارب يفهمها الغرب جيدا في كل هذه البلاد لم تصف الدولة ولم يتفكك الجيش ولم تنهار مؤسسات الدولة كل هذه البلاد عارفت تحول نحو الديمقراطية من خلال ما عرف بالاصلاحات المؤسسية اريد اولا ان المس السؤال الاول الذي اجاب عليه السيد الوزير وهو علاقة السياسة جدا هذه السياسة جدا هذا الموضوع هذا الخطر الدائم الذي نواجهه الآن والمتمثل في هذه الجماعة الفاشية الارهابية التي عانى منها المتقطفون المصريون وعانى منها ثقافة المصرية المتقطفون المصريين ليس من اليوم ولكن منذ فهرت هذه الجماعة قبل حوالي أربعة وثمانين عاما هدما نشأت في عام 1928 ويمكن هما بدأوا بمجموعة من الفنانين من الأسماء الكبيرة هم معديدهم حالة كدة بدأوا أستاذنا العظيم التفكتنا لكي الأستاذ نجيب محفوص حصل على جانبنا ولبدأ لهم أنا تماثم أمام العائلة بكله نجيب محفوص كاتب عظيم مصري هؤلاء الأدهبيين شوقوا صوتهم تماما في كلام خصير يعني أنا لخي ما قدرش أقررهم مرة ثانيا وبعد الأستاذ نجيب محفوص كان في هجوم كبير على نيجي فنان عاد الإمام وأطلت بأحد البرامج وأتكلمت عن الججوم اللي بيحصل على الفن والفنانين وقلت في هذا البرنامج ويمكن كان حكم محمد مرسي كان يبقاله أقل من شهر قلت إن أنا لن أعددت في هذه الجماعة إنها تحكم مصر وأنا غير معتربة بهذا الرئيسي أنا لم أندخل وصحيت في البرنامج هل أنا خايف على الفن في زل وجود جماعة الإخوان المسلمين وكان رضي إن إحنا ما بنخبش وإن إحنا هنوصل صوتنا من خلال فكرنا وسنستمر في طريقنا ولن فأصدر وغضهم في حياتنا ولكن كان الأمر أن الشعب أدرك في فترة من الفترات بعد أن مرعان أن الذي جلس على كرسي الحكم في الحقيقة لا ينتمي إلى مصر انتماء حقيقياً لا ينتمي إلى الأرض ولكنه ينتمي إلى دماعة إلى تنظيم دولي خارج حدود القطر المصري عندما أدرك الشعب أن ولاء هذا الحاكم هو لهذه الدماعة وليس له هو ماذا فعله وجه إليه إنذار ثم إنذار ثم إنذار قال له إذا كان الأمر بالنسبة للديمقراطية هو الاحتكام إلى صناديق الانتخابات فلذلك نحن الآن نريد أن نحتكم إلى الصدوط نريد أن نعرف هل يريد الشعب أن تستمر حاكماً عليه أم لا ولكنه رفض ثم قال له الشعب إذا فلتبرد تفتاه ولكنه رفض فلتغير الوزارة التي ضد منها الناس ولكنه رفض فلتغير النائب العالم الذي عين على عينك وبطلبك والذي هو تابع لأواليك وهو منصر قضاء رفيع ولكنه رفض أصنع أذنه ورفض أن يستمع إلى الشعب تماماً فماذا فعل الشعب أمدره وقال له سنخرج يوم تلاتين ستة حتى نقب ضدك ونطالب سقوطك وخرج الشعب هذه أول مرة يحدد الشعب فيها شعب من شعوب العالم اليوم الذي سيخرج فيه ليعترض على الحاكم ليست الديمقراطية مجرد صندوق فقط ولم تكن أبداً الديمقراطية والاعتماد على الصندوق ولكن ما الذي يصنع الصندوق؟ الذي يصنع الصندوق هو الشعب هو الشعب الصندوق